حصل مني وأنا في حالة غضب أن حلفت على زوجتي يمينا بالطلاق ثلاث مرات أن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي إذا ذهبت إلى بيت والدها طول فترة غيابي وحتى الآن لم تذهب هل يجوز لي بعد ذلك وأنا موجود هنا أن أسمح لها بالذهب لأني شعرت بعد ذلك أني سأكون قاطعا لذوي الأرحام وماذا يترتب على ذلك لو فعلتك إذا كان قصدك من الطلاق منعها من الذهاب ولم ترد تعليق الطلاق وإنما قصد منعها فقط فإنه يكون عليك كفارة يمين تكثر كفارة يمين وتنحل هذه اليمين ويجوز لها بعد ذلك أن تذهب إلى أقارب هذا إذا كان قصدك منعها من الذهاب فقم ميته وقت الحلف وقت الحلف أن يمنعها ولم يقصد تطليقها فهذا كما بك أما إذا كان قصد طلاقها وأنها إذا ذهبت فإنها تطلق فهذا يقع عليه الطلاق يقع عليه الطلاق لأنه لم يقصد المنع وإنما قصد تعليق الطلاق على الذهاب وإذا حصل المعلق عليه حصل المعلق أو إذا حصل الشرط حصل المشروط تلفظ به ثلاث مرات هل يقع ثلاث مرات إذا كان نوابه إقاع الطلاق فإنه يقع ثلاث مرات نعم نعم ثلاث طلقات وهذا ألا يكون من قبل الظهار قوله أن تكون محرمة علي مثل أمي وأهتي كذلك إذن هذا هو طلاق وظهار معا إذا كان قصد مثلا تعليق الظهار وتعليق الطلاق على ذهابها قصد الاثنين فيكون مطلقا ومظاهرا يكون مطلقا ومظاهرا وأما إذا لم يقصد شيئا من الاثنين وإنما قصد منعها فقط فكما ذكرنا عليه كثارة يمين نعم نعم لو كان فعلا قصد الطلاق وقصد الظهار ويريد أن يعدل عن ذلك هي بانت إذا كان طلقها ثلاثا لقد بانت منه يعني لا يكون طلقة واحدة بحقم أنها في مجلس واحد أو في لقف واحد هذه كررها هو لو كانت بلفظ واحد نعم لو كانت ثلاثة بلفظ واحد هذا لموضع خلاف بينهن العلم الجهور على أنه يقع ثلاثا ما هو الصحيح أما وقد فرقه بثلاثة ألفاظ هذا يقع عند الجميع ثلاثة لقا إنما لو فرضت لكن ربما يقال إنه غضبان ما ذكر هو نعم حالة غضب أكيد إذا كان حالة الغضب جال معها شعوره حيث لا يتصور ماذا يقول هذا لا شيء عليه لا يمين ولا طلاق ولا ظهار نعم أنه جائل الشعور أما إذا كان غضبه أقل من ذلك ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول فإذا ما ذكرنا نعم إذا لو فرضنا أنه في حالة غضب ولكنه خفيف يعي معه ما يقول ووقع طلاق ولكنه مرة واحدة وفي نفس الوقت ظهار عليها أن يكفر كفارة الظهار هذا لا يتصور أن يقع عليه مرة واحدة لأنه طلقها ثلاث مرات أقولنا بلفظ واحد لو فرضنا بلفظ واحد هذا إذا أفتي على رأي من يرى أن الثلاث بلفظ واحد تكون واحدة تكون عليه ظهار عليه ظهار فقط تكون عليه ظهار فقط ويراجعها ويراجعها لكن الذي عليه الجمهور الصحيح أن الثلاث تقع ولو بلفظ واحد نعم اشتركوا في القناة